في أسوان تتواصل الجهود من أجل إقامة المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مما سيوفر فرص العمل للشباب يأتي ذلك بالتوازي مع ما تشهده محافظة أسوان من أعمال وإنجازات في مجال المحاور والطرق والتطوير والتجميل وإحلال البنية التحتية بالكامل تتمتع محافظة أسوان بثروات تعدينية ومحجرية حيث تضم المحافظة نحو 63 محجرا للجرانيت والرخام والتي تعد من أهم المحاجر على مستوى الجمهورية لما تحتويه من خامات جرانيتية هامة بجانب 17 محجرا رمليا وهذه الثروات التي حبى الله بها أسوان يمكنها النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة حيث يوجد كم كبير من المحاجر الجرانيتية والتعدينية التي تزخر بها المحافظة تحتاج إلى استثمارها بالشكل الأمثل من أجل إقامة صرح صناعي للصناعات القائمة على المحاجر والجرانيت أولاً إحنا عندنا في أسوان بتزخر فيها بشتى أنواع الجرانيت المختلف اللي بيتم فيه عنده الخواص الممتازة نفسها بالنسبة لتكفيئ إنتاج السوء المحلي وبالإضافة إلى تغذية الإمكانية بتاعت تصديرها بالتالي إحنا عندنا من أهم من شتى الأهم الأنواع مثلاً عندنا في أسوان في المحافظة نفسها في المدينة أنواع عندنا الأحمر أسواني أو الإسود أسواني وده من أهم الخامات اللي موجودة بشكل عام يعني عندنا هنا في أسوان كنز أسوان الذي اشتهرت به على مدى العصور وكان شاهداً على بناء الحضارة ويعد أحد عوامل إنشاء وتشهيد العديد من التراث والآثار ليس في أسوان فقط ولكن في مصر عامة أنا هنا في المصنع نقوم بعدة مراحل باستخراج الحجر من المحاجر ثم يأتينا إلى المصنع نقوم بتقطيعه وتلميعه وبعد كده تجهيزه للسوق المحلي وللتصدير الشغل بيجينا من على المنشار يكون حجر بيتقطع بعد كده بيجينا الشغل هنا على التلميع نبدأ مكنة التلميع نبدأ اللمع الشغل معنا الخامة بتطلع جودة حلوة محافظة أسوان تمتلك كافة المقاومات التي تؤهلها لتكون مركزاً تصنيعياً للعديد من الأنشطة الصناعية وبصفة خاصة الصناعات التعدينية في ظل توافر العديد من الخامات والمواد الأولية والمحجرية وهو ما يزيد من القيمة المضافة لهذه الخامات فضلاً عن العمالة الفنية والقوى البشرية القادرة على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية ترجمة نانسي قنقر